صحيح يشاركوها الناس في الاستثمارات لكن هي في العالم الكله اكبر مستثمر حكومة مصغرة الحكومة بالنسبة لنا واللي بلغناه انه نحن لسنا مع حكومة التكنقراط هذي يعني هذي معناها حكومة التكنقراط ما فماش لا تعني شيء نحن مع حكومة سياسية لانه الى حد الان وهذه اللحظة مهما كان الموقف من الاحزاب الا انه الحياة السياسية مازالت مبنية على الاحزاب والدستور مبنية على الاحزاب التي تتنافس للوصول البرلمان وتشكل الحكومات وبالتالي ان تكون حكومة غايبة فهل الحزاب نحن لسنا مع هذا التمشي ولكن قلنا له هو يعتبر انه يحب يعمل حكومة استثنائية حكومة تعطي جرعة امل لتوانسة وحكومة ليست كسابقاتها ونحن